كيف تقول حظاً موفقاً أو حظاً سعيداً باللغة الإنجليزية؟ في العديد من الطرق وأكيد معظمكم بيعرف كيف يقول Good luck Good luck هي من إحدى التعبير اللي فينا نستعمله لحتى نتمنى للشخص الآخر حظاً سعيداً لكن أي لغة منك لهالقد بسيطة وما في تعبير واحد نستعمله بشكل دائم ما في مشكلة أبداً إنك بس تقول good luck لكن لحتى تتقدم وتقدر تفهم أكثر وتصير مهارتك بالمحادثة أقوى لازم تعرف هالتعبير اللي أعطيك إياها اليوم إذن أول تعبير فينا نستعمله بدلاً من good luck هو التعديل اللي له good luck with that يعني حظاً موفقاً أو حظاً سعيداً في ذلك مثلاً إذا حدا قالك لدي اختبار في الكيمياء غداً فيك تقول لك oh good luck with that فينا أيضاً نعمل تعديل آخر وبدلاً من good يعني جيد نستعمل best best of luck يعني أفضل الحظ يعني أفضل الحظ إذن best يعني الأفضل فبتصير الجملة oh best of luck طبعاً فينا أيضاً نستعمل wish you all the best أو I wish you all the best هلأ بالقواعد الأفضل نقول I wish you all the best لكن بالمحادثات كتير ممكن تسمعون عم يحثفوا الآي للأنا إذن فيون يقولوا wish you all the best أتمنى لك الأفضل طبعاً بالكتابة كتبة I wish you all the best خلينا نشوف جملة I know this project is hard to run I know this project is hard to run أعلموا أن هذا المشروع صعب التشغيل أو صعب أنك تديره I hope everything turns out okay I hope everything turns out okay أملوا أن ينتهي كل شيء على ما يرام إذن turn out يعني ينتهي الأمر إلى شيء ما يعني نتحدث عن النتيجة wish you all the best أتمنى لك الأفضل إذن الجملة هي I know this is a hard project to run I hope everything turns out okay I wish you all the best فينا أيضاً باستعمال كلمة wish أتمنى نقول wishing you lots of luck يعني أتمنى لك العديد من الحظ أو wish you lots of luck أو حتى فينا نقول I wish you lots of luck This meeting is going to go great Still I wish you lots of luck يعني هذا الاجتماع سيشري بشكل رائع لكن مع ذلك أتمنى لك الكثير من الحظ This meeting is going to go great Still I wish you lots of luck خلينا الآن ننتقل للإديوم في عنا break a leg حرفياً تعني اكسر رجلاً طبعاً نحن مش المعنى المقصود أنك تكسر رجل لكن المعنى المقصود هو good luck قضاً سعيداً وعارضاً نستعمل break a leg لما يكون فيه شخص لما نتحدث معه عنده أداء عليه أن يؤدي على المسرح مثلاً خلينا نشوف جملة You've been practicing a lot You got this Break a leg You've been practicing a lot يعني قد كنت تتمرن كثيراً You got this You got this كمان عبارة فينا نستعملها لحتى نشجع الآخر ونقل له أنه إن شاء الله ستنجح في أمر ما ففيك تعتبرها كمان عبارة ممكن تستعملها بدلاً من Good luck إذن You got this Break a leg اكسر رجلاً طبعاً مع المقصود Good luck You've been practicing a lot You got this Break a leg إديوم آخر هو Knock them dead ممكن تسمعون عم يقولوا Knock him dead Knock him dead إذن معنى الحرفي اضربهم أو اطرقهم أمواتاً لكن طبعاً هذا مش المعنى المقصود المعنى المقصود كمان إنك عم تشجع شخص عنده أداء عادة عنده أداء أو حتى ممكن يكون عنده مباراة You're going to win for sure Now go knock him dead ستفوز بالتأكيد You're going to win for sure Now go knock him dead كمان إديوم هو Blow them away Blow them away المعنى الحرفي انفخهم بعيداً لكن المعنى المقصود كمان أبهرهم وعبارة من استعملها لن شجع الشخص اللي عنده أداء أو مباراة There's no reason to be nervous Just go out there and blow them away لا يجد سبب لتكون متوتراً فقط اذهب أو فقط أخرج وأبهرهم There's no reason to be nervous Just go out there and blow them away تعبير أخرى فيك تستعملها هي You'll do great ستقوم بعمل رائع You'll do great أو I hope everything will be alright I hope everything will be alright أتمنى أن يكون كل شيء بخير أو أتمنى أن يكون كل شيء جيد هذه من استعملها خاصة إذا كان في مشكلة أو حتى توتر وعدم ثقة بالنفس وفينا نعمل تعديل بسيط على هذا التعبير ونقول I hope everything turns out fine أو I hope things will turn out fine يعني أتمنى أن تكون النتيجة جيدة أتمنى أن ينتهي الأمر بخير خلينا نشوف جملة We didn't complete the project But I hope things will turn out fine when we present it يعني نحن لم ننهي المشروع لكنني أتمنى أن ينتهي الأمر بشكل جيد أن ينتهي الأمر بخير عندما نقدم المشروع We didn't complete the project But I hope things will turn out fine when we present it إذن هولي كان التعبير اللي حبيت أعطيك إياها واللي ممكن تستعمله بدلا من good luck واللي كتير حتسمعه بالمحادثات الإنجليزية تمنى يكون عجبك هيرا الدرس يلا أملولي أحلى like شكرا كتير للكم أنكم عم تتعلموا اللغة الإنجليزية معي إذا حابين تتعلموا المزيد بنصحكم بحد دروس ولو يصلكم روسي أول بأول اضغطوا على هذه الدائرة ومنون لسابسكرايب فعلوا زر الجرس وبشوفكم إن شاء الله بالدرس المقبل السلام عليكم